مدينة أركهون والتي تقع في ضواحي مدينة ساندييغو الساحلية في ولاية كارفورنيا تعتبر أحد أكبر معاقل الجالية العربية في الولايات المتحدة التقديرات تضع نسبة السكان العربي والعراقين منها في خانة الثلاثين إلى أربعين في المائة رقم فشلت الجالية في تحويله إلى مقاعد حكومية محلية نحن حقيقة لا نستطيع أن نضغط عليهم ونقولهم بابا نتغبوا الشخص الفلاني بس نحن نواعيهم حتى يكون عدهم حق التصويت فهذه الحمد لله وشكر ده أقول لك أنه يعني ودلع يعني حقيقة يكون الرابطة الكلدانية والجمعيات ده يسوون توعية للجالية العراقية هنا وحتى الجوامع والكنائس كلها بأن يشارك لازم نشارك كل انتخابات مو بس الانتخابات كل انتخابات لازم نشارك بيها ويكون عندنا دور فعال بالمنطقة هنا مجلس مدينة ألكهون المحلي والذي يدير سياسة المدينة وشؤونها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية يتدمن خمسة أعضاء من بينهم عمدة المدينة إلا أنه لا يضم أي عضو من الجالية العربية حيث استقال أول عضو عراقي الأصل من المجلس بعد مشاكل إدارية أغلبية الجالية من أطلع وأدق بيبان عليهم وأتكلم عليهم على هذا المنصب لا يعرفون ما هو هذا المنصب فهناك أقول لاك أف أجوكيشن قلة الثقافة الكثير من الناس يحبون أن يكون على الولفير سيستم ما يحبون أن يطورون نفسهم من ناحية الدراسة أو إذا بعض من عدهم إذا بعض يريد يسجل دراسة فهو لغرض واحد فقط وهي المادة مو غرض أن يتقف نفسه أو يوصل إلى مرحلة من الدراسة أن يستوعب شنو هي القوانين وشنو هي الفرص اللي عندنا بهذا البلد أجزاء من مدينة الكهون تدخل ضمن الحدود الجغرافية للمقعد الخمسين لمجلس النواب الأمريكي والذي يشهد منافسة لمرشحين من أصول عربية وهم عمار النجار وديرل عيسى واحد من بين أحد عشر مرشحا للمقعد الثلاثة التي تدخل في انتخابات المجلس المحلي هذا العام في مدينة الكهون في ولاية كارفورنيا نسبة قليلة تؤكد غياب المشاركة العربية في الحكومات المحلية ستيفن نبيل الحوظة كاليفورنيا